الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل ارتفع تسعار النفط الاثنين مع شح المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا وصعد تسعار خام برينت بخمسة وسبعين سنة لتصل إلى خمسة وثمانين دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بثمانين سنة إلى ثنين وثمانين دولارا للبرميل يتجه الاكوادوريون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة في التاريخ للتصويت على قرار استخراج النفط من منطقة الأمازون الاكوادورية وسيعطي الاستفتاء الناخبين فرصة لتقرير إمكانية استمرار شركات النفط في أشغال الحفر في حديقة ياسون الوطنية ضمن واحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا على الكوكب أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أول خط جوي مباشر يربط الجزائر العاصمة بمدينة جوهنسبورغ بجنوب إفريقيا ويندرج تدشين الخط الجديد ضمن استراتيجية الناقل الجوي العمومي بالجزائر لتعزيز حضورها في القارة الإفريقية مع كشف الشركة عن مراحل متقدمة للإعلان عن فتح خطوط جوية جديدة نحو دول الكاميرونية أديسابابا الإذيوبية وأبوجا النجيرية مع مساعد لجعل مطار الجزائر بوابة محورية للعبور نحو إفريقيا والعالم هذا وكشفت وزارة النقل الجزائرية عن دخول الخط الجوي المباشر الذي يربط بين الجزائر العاصمة وكركاز حيز الخدمة قريبا ووصفت وزارة النقل الجزائرية الخط الجديد بالإضافة النوعية والهامة لمصار تطوير النقل الجوي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدته قفزة نوعية نحو الانفتاح الذي تشهده الجزائر على العالم أصدر بنك التنمية الجديد لبريكس سندات مقومة بالعملة أو بعملة جنوب إفريقيا المحلية الراند بالبلاد لأول مرة خلال شهر أوت الجاري وأغلق بنك التنمية الجديد في مجموعة بريكس الأسبوع الماضي أول مزاد سندات بعملة جنوب إفريقيا المحلية مقابل نحو 78 مليون دولار في مسعى لزيادة حضور البنك في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء أعلن المصرف المركزي الصيني لاثنين تخفيض معدل الفائد المرجعي بعد اتخاذ إجراء مماثن الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وذكر المصرف المركزي الصيني أنه تم تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام والذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية لشركات والأسر من ثلاث نقاط وخمسة أعشار مئوية إلى ثلاث نقاط وأربعة أعشار مئوية ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل ما يسمح بدعم النشاط في ظل التباطئ الاقتصادي وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله اشتركوا في القناة